ده ياش البطل بتاع في الميناء اما ديفا بتكون مايا وفي الميناء بيبدأ وياش بيقع من بيته من حضر عالي لكن بينكز نفسه في اللحظة الاخيرة وبيكون مصاب ومضروب بالرصاص وبيحاول يقاوم علشان ما يموتش وبيفضل يتسلق المكان لحد ما بيقدر يطلع ووقتها بيفقد الوعي بتاعه وبعدها اصحابه بيوصلوله وعايزين ينكزوه وبيودوا المستشفى علشان يتعالج ويفضل عايش وهناك بيحاولوا يخرجوا رصاصة منه وهو بيفضل يفتكر في ذكرياته مع مايا وساعاتها بنرجع للماضي وبينلاقيها بنت محبة للحياة ودايما بتساعد الناس وبنعرف انها شغالة مدربة رأس وفي الوقت ده بيلاقي ياش بيقابل ناس ومع 40 كيلو مخدرات وبيقرر يبيعهم لكن بيعملوله كمين وعايزين يسيطروا عليه وساعاتها بيفضل يضرب فيهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر يقف قدامه وبيندمهم علشان فكروا ويتحدوه ووقتها مايا بتشوفه وتكون خايفة منه وهو بيعجب جدا بيها ومش قادر يشيل عينه من عليها وتاني يوم بيروح المول علشان يقابل تاجر لكن بيتفاجئ بمايا موجودة قدامه وبتركب معه الأسانسير وكالعادة خايفة ومتوترة جدا ولما بتمشي بيشوف خلخال واقع على الأرض وبيروح يرجعه لها وفكره يخصها لكن بتقوله مش بتاعي وساعتها بتسيبه وتمشي وبعدها بيوقف مع واحد بيعرفه مكان موري اللي هيشتروا منه المخدرات ولما بيجي الليل بيكون عامل كمين لموري وبيشوف مايا التاني مرة بالصدفة ومعها راجا صاحبها فيروح ناحيتهم وهي بتستغرب أول ما بتلاقيه ووقتها بيهزق راجا لأنه ماشي من غير رخصة وكمان عايز يكسر الكمين وساعتها بيكتشف ان ياش زابط شرطة وهي بتكون مصدومة وبيقول لها ماينفعش بنته تخرج مع واحد بالليل وحدها ولما بيمشي هي بتفضل تبص عليه وبعدها بيوصل موري وعايز يهرب من الكمين لكن ياش بيدربه بالنار وبيقدر يوقفه وفي نهاية الامر بيسيطر عليه ولما بيرجع للوحدة بيقابل رئيسه وبيعرفه ان فيه مغبر جديد اسمه أرفيند هيبلغهم بكل المعلومات عن أماكن تجار المخدرات في البلد وبيتفق معاي كون فريق صغير واللي بيدوم أول واحد قتل والتاني هو المجند الجديد ماهيش والأخير بنلاقي الزابط كاملش وياش هيكون القائد بتاعهم لتنفيذ المهمة وبعدها أرفيند بيعرفهم أماكن أكبر أربع عصابات مسجين تجارة الهروين والكوكايين وفعلا بيقدروا يتتبعوا أثارهم وبيوصلوا لهم بالترتيب وبيقتحموا كل الأوقار والأماكن بتاعتهم وبعد مطردات طويلة بيسيطروا عليهم وبتنجح خطتهم في القضاء على تجار المخدرات في البلد والتاني يوم ياش بيقابل موية بالصدفة وبتحاول تتأسف له وبتطلب منه يسمحها علشان كانت فاكرة مجرم وهو بيقبل اعتذارها وبيبدأوا صفحة جديدة مع بعض وبعدها بيسيبها ويمشي ولما بنروح لأتول بنلاقيه مستغرب أن المخبر أرفيند عارف كل المعلومات عن موزعين ومهربين الهروين وبيقول يمكن ساعدنا علشان ينتقم لابنه اللي مات لكن بنكتشف أنه شغال مع تاجر مخدرات اسمه ريدي وكان بينفز كل تعليماته علشان يتخلص من منافسينه في السوق وبعدها ريدي بيكلم أخوه فشنو وبيعرفون الخطة تنفذت زي ما هو رسمها بالزبط ووقتها بيلاقي فشنو مخطوف وفيه ناس عايزين يموتوه فبيفضل يضرف فيهم وبيخلص عليهم واحد واحد وما حدش بيكون قادر عليه وفي نهاية الأمر بينكس حياته من إيديهم والتاني يوم ما هي بتكلم ياش وبتطلب تشوفوا الحاجة مهمة جدا وأول ما بيوصل لها بيعرف إن فيه شباب بيتحرشوا بصحبتها فبيركبهم عربيته وبيروح معاهم للمكان اللي عايش فيه وهناك بيخليها تمشي وتعدي من قدامهم وهما بيوقفوها وبيحاولوا يهديدوها هيشويهوا الشهب مية نار وأول ما بيرموها بتيجي فيهاش وبنكتشف إنها مية عادية وساقاتها بيضرف فيهم وبيرفع لواحد السلاح وقاتها المسدس بيطلع فاضي وبيقول له ما تخافش كنت بيهزر معاك وتاني يوم بيقابل مية بالصدفة في الشارع وبتعرض عليه شرابه قهوة مع بعض لكن بيرفض علشان عنده قضية مهمة النهاردة ولما بتعدي الشارع بتفضل تبص ناحيته وللأسف بتعمل حدثة وبتغبطها العربية وبياخدها وبيكون في الطريق للمستشفى وخايف جدا وعمال بيعاية عليها وبيفضل جنبها وملازمها ورافض إنه يبعد أو يسيبها لحد ما بتفوق وبيعرف إنها بخير وحصل لها كسر في رجلها ومع الأيام بيزورها في البيت وبيقربوا جدا من بعض وبيكونوا أصدقاء ولما بييجي الليل فشنو بيكون موجود على قارب وبيرجع الهند وبيقابل أخوري دي بعد غياب طويل وبيقول لهم دلوقتي مفيش منافسين لنا في تجارة المخدرات وبيقرر يموت أرفيند لإنه بقى كارت محروق للشرطة وبعد مرور شهر ماية بتخف وبتعرض علياش يسافر معاها علشان تزور اختها وفعلا بيوافق وبيكونوا في الطريق للقرية والعلاقة بينهم بدأت تتطور وكل واحد بيكون معجب بالتاني جدا ولما بيوصلوا هناك بتقرر تتكلم معاه وبتقوله أنا شفتك وانت بتوديني المستشفى وبتعايت علشاني وفيه سر عايز اعترفلك بيه وهي انها بتحبه وعايز اتكمل حياتها معاه لكن بيرفض وبيقولها ما انفعش نرتبط ببعض ولازم نفضل اصحابه وعملين حدود ما بيننا وساعاتها بتتحرك جدا وبتقوله مش عايزك تحبني انا كنت باعترفلك بشعور جوايا ولما بيرجع بنلاقيه عمال بيجري لوحده وبيفتكر في كل ذكرياته معاها وزعلان علشان ما قدرش يقولها ان هو كمان بيحبها فبيقرر تاني يوم يقابلها ويتكلم معاها وبيقولها نظابة شرطة وحياتي دايما في خطر وممكن ما تكونش الزوج اللي انت تتمنيه وتندمي علشان ارتبطت بيه لكن بتقوله انا عايز افضل معاك تحت اي ظروف لانك الوحيد اللي هكون سعيدة وانا جنبه فساعاتها بيتشجع وبيقولها بيحبك وبيارد عليها الجواز وهي بتكون مصدومة وفرحنة جدا وبتحضنه وما بتكونش قادرة تصدق نفسها ومن ناحية تانية فيشنو بيقول انه قاتل ارفيند علشان ممكن يبيعهم للشرطة ودلوقتي بعد ما خلص على كل منافسي لازم يموت الاربع زباط اللي نفذوا المهمة وفعلا بيجمع كل المعلومات عنهم لانهم بيمثلوا خطر عليهم في المستقبل لكن الوحيد اللي بيكون ملهوش نقطة ضعف هو ياش لانه عايش لوحده في الدنيا وفي نفس الوقت ياش بيحدد معاد الفرح مع اهل مايا وبيحكي لصاحبه قاتل ان وجود مايا في حياته هيخليه انسان ضعيف وبعدها فيشنو بيبدأ تجارته وهيشتغلوا في نوع جديد اسمه كتامين وعلشان محدش من الشرطة يمسكهم بيكرروا يدخلوا المخدرات الهند وبيحطوها جوا العفش والاساس وتتحمل على مراكب لمومبي ومن ناحية تانية ياش بيحقق في النوع الجديد اللي دخل السوق واللي كان السبب في موت ناس كتير وبيكتشف ان ارفيند كان بيشتغل معاهم وبعدها قتلوه ودلوقتي الطلب زاد على المخدرات والعرض قل وبسبب كده قدروا يكسبوا ملايين كتير جدا وبيعرفوا ان الهيروين بيتهرف في العفش اللي جاي من بلجيكا وبيوصلوا الواحد اسمه طاهر هو اللي بيساعدهم في تهريب البضاعة وبيعترف لهم ان التبادل هيحصل في المول ولما ريدي بيوصل هناك بيقول لي فيشنو هستلم البضاعة الوحدي علشان محدش يعرف انك عايش وبيبلغوا يرقب من بعيد بدون ما يدخل في اي حاجة وفعلا ريدي بيدخل المول علشان معاد التسليم والشرطة بتكون في كل مكانهم رقباهم وقتها بيتم تبديل البضاعة وفاكرين انهم بامان ولما بيكونوا خارجين يشو الزباط بيقبضوا عليهم لكن فيشنو بيكون شايفهم وبيضرب عليهم النار وقتها ريدي بيحاول يهرب وهما بيكونوا وراه لحد ما بيقدروا يحصروه في جراج العربيات وما بيكونش عارف يهرب وبيسلم نفسه وعيزهم يقبضوا عليه لانه رامل بيضاعه وبالشكل ده هيطلع براءة وياش بيكون عايز يقتله وقاتل بيحاول يمنعه ووقتها ريدي بيقرر يمسك سلاحه فكلهم بيدربوه بالنار وبيقتله معادة قاتل وفيشنو بيكون شايف كل حاجة حصلت قدامه ووقتها بيتعمل لهم تحقيق وياش ما بيكونش ندمان ان هو موته وقاتل بيعترف انهم ضيعوا فرصة القبض عليه عايش وبسبب كده بيتوقف ياش وماهيش وكاملش عن العمل وتاني يوم ياش بيكون مع مايا وصحابه وبيكرروا يدخلوا السينما ويتفرجوا على فيلم لكن فشنو بيكون هناك وبيرأي كل تحركاتهم وبعدها بيروح لبيت طاهر بعد ما باعوا للشرطة وبيكرر يموت كل اسرته قدام عينيه وساعتها بيقتله وبيتخلص منه بسبب الخيانة وفي نفس الوقت ياش بياخد مايا للبيت علشان تتفرج عليه لكن بيجيله تليفون وبيعرف من قاتل ان طاهر مات ووقتها فشنو بيكلمه في التليفون وبيقول لنا لموت طاهر ويا رب الفيلم اللي شفته في السينما يكون عجبك والمرة الجاية هموتك انت واصحابك ووقتها ياش بيتأكد انه بيرقبه في كل مكان وممكن يهجم على البيت ويقتله وساعتها بياخد مايا وبيهربوا بسرعة من فوق الصور وبيروح يوديها البيت قتول علشان تكون في امان وبعدها بيكون فريق من الشرطة وبيحط لهم الخطة وهو ما بيستلمش سلاح لانه موقف عن العمل وبيدخلوا البيت تاني وبيكونوا مستنيينهم واول ما فشنو ورجالته بيهجموا بيلقوا الشرطة بتموت فيهم وبيتخلصوا منهم واحد واحد وفي نهاية الامر بيقدروا يقبضوا على فشنو وفاكرين انهم سيطروا عليه لكن بيدفع عن نفسه وبيفضل يضرب فيهم ولما بيحاول يجري ياش بيكون وراه وعايز يمسكوا باي طريقة وبعدها بيوصلوا وبيفضلوا يضربوا في بعض وكل واحد عايز يسيطر على التاني ووقتها بيلقوا نفسهم موجودين في محطة القطر وفي نهاية الامر فشنو بيهرب منه وما بيقدرش يقبض عليه وبعدها ياش بيقابل رئيسه وبيطلب يرجعه للخدمة علشان فشنو مجرم خطير وكانت الشرطة فاكرة ميت لكن بيرفض يمسكوا القضية تاني لانه موقوف عن العمل ومن ناحية تانية مهيش بيكون في بيته ومع مراته راتشنا وبيدخل عليهم فشنو وعايز ينتقم وساعتها بيحاول يدفع عن نفسه لكن بيمسكوه بيفضلوا يضربوا فيه وهو بيكون ضعيف جدا قدامهم وبيقع على الارض وبيترجعهم يسيبوا حبيبته ومحدش يعتدي عليها لكن للأسف فشنو بيقتل مهيش وبيخلص عليه ووقتها ياش بيعرف اللي حصل وبيروح لبيته وبيلاقي صاحبه ميت هو راتشنا بعد ما تم اختصابها ورئيسه بيلغي ايقافه عن العمل وبيأمره يقتل فشنو وده بيخلي ياش متدايق لانه رفض من البداية يرجعهم للخدمة وسببهم بدون سلاح يدفعوا بيه عن نفسهم ووقتها بيعملوا مراسم الجنازة وكلهم بيكونوا زعلانين ومش قادرين يصدقون وصاحبهم مات ومن وقتها بيكرروا ينتقموا من كل رجالة فشنو وبيقتلوا في اي واحد على علاقة بتجار المخدرات وبيخلوهم يشوفوا كل انواع التعذيب وعايزين يعرفوا مكان فشنو وبعد فترة ياش وماية بيتجاوزوا علشان ما يبانشوا قدام الاصحابة ان الزباط الشرطة خايفين وفي نفس الوقت فشنو بيقابل سواتي مرات قتل وبيقدر يمسكها والتاني يوم ياش بنلاقي مع مراته مايا لكن بيحس بحركة في المكان وعايز يدافع عنها ووقتها بيمسك واحد منهم لكن فشنو بيدرب عليه النار وبيقرر يقتله وبعدها بيمسك مايا وبيهدد بموتها وياش بيكون مصاب وبيترجاي سابها ويقتله هو لكن فشنو بيكون رافض وعايز يندمه علشان موت أخوه ولما ياش بيحاول ينقذ مايا بيدربه بالبندقية ووقتها بيتر من الشباك وبتظهر اللقطة اللي حصلت أول الفيلم وبعدها بنرجع لوقتنا الحاضر وبنكتشف ان قتل هو اللي عرف فشنو مكان ياش علشان ينقذ مراته وبيقول له لو عايزها ترجع لازم تقتل ياش في المستشفى وفعلا بيسمع كلامه بيروح لصاحبه القوضة وبيكون متردد جدا ومش عارف يموته وبيفكر يقتله بكذا طريقة لحد ما بيقدر يخلص عليه وبعدها وسائل الإعلام بتزيع ان الزابط ياش مات وسواتي ومايا بيكونوا سمعين الخبر وفشنو مسيطر عليهم وبعدها بيكلم قتل وبيعرفوا مكان مراته وساعتها بيكتشف ان قتل مقدرش يقتل ياش وهو فق في الوقت المناسب وبعدها بيحطوا خطة مع بعضهم علشان ينتقموا وينقذوا سواتي وياش بيخلي الممردة تديله مسكنات كتير جدا تساعدوا لتنفيذ مهمته وفعلا بيأخذوا العربيات وبيروحوا للمكان وعايزين يقبضوا عليه واول ما بيوصلوا هناك بيلاقوا فاضي لكن ياش بيكتشف النسواتي مشنوقة وفشنو قدر يموتها وللأسف قتل بيدخل وبيشوف مراته مقتولة وبيفضل يعيط عليها ومش قادر يستوعب اللي بيحصل ووقتها بيموت نفسه لانه السبب في كل المشاكل وياش بيكون مصدوم ومش عارف يعمل حاجة وبعدها فشنو بيكلم قتل لكن كامل شهور اللي بيرد عليه فبيقول له انت الوحيد اللي فاضل وكل صحابك ماتوا ولو عايز تنكز مايا لازم تسلم نفسك ليا وفعلا بيروح للمكان اللي متفق عليه وبيلاقيهم محاصرين وبيكونوا موجودين قدامه وساقاتها بيظهر ياشو بيقتل رجالته وفشنو بيتفاجئ انه لسه عايش ووقتها بيفضله يضربه نار على بعض لكن بيتصاب كاملش ولما بيحاول فشنو يهرب ياش بيكون وراه عايز يلحقه واول ما بيوصل للمكان بتاعه بيلاقيه مسك مايا قدامه وبيضربها بالنار ثلاث رصاصات في بطنها وبيخلص عليها وفي الوقت دايش بيمسكها قبل ما تقع وساعتها بتيجي لحظة الوداع وللأسف بتطلع في الروح وبتفقد الحياة قدام عينيه وهو بيفضل يعيط عليها ومش قادر يصدق انها ماتت وفشنو بيروح له بيحاول يقتله هو كمان لكن وقتها بيدافع عن نفسه بيفضل يضرب فيه وبيخليه يندم على كل حاجة عملها وكل هدف وينتقم ويرجع حق اصحابه وفي نهاية الامر بيقتله وبيخلص عليه وبالشكل ده بيموت فشنو وياش بينتقم لحبيبته مايا وبيفضل يصرخ بصوت حيالي وبيكون زعلان وبعدها بيرجع لحياته الطبيعية وبيودع صورة مايا قبل ما ينزل ويروح لشغله من تاني ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم في حدوتها وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد